السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم التكلفة ديال هاداك المنزل اللي بنينا. طبعا راح تحرخيص باش نقول لكم كبداية تحرخيص بارابور للدار اللي كان بنيتوها بالخشب كاملة. فطبعا كما كتعرفوا الخشب را غالي. قبل ما نبدو هادشي فطبعا سولت قلبت في الانترنت اتصلت مع ناس اللي مهتمين بهذا المجال هادا فطبعا قالوا لي اتمينة غالية بزاف يعني مثلا منزل صغير اه تقريبا فيه اربعين متر كاري كي اه صوبوا بخمسة وعشرين مليون والفينيسيون داخل ما كليناش فقط غير ذاك الكاركاس البرانية اه كذلك سولت اه الناس هنا يا اه اللي في المدينة زيما اللي صوبوا بحالها كما نازل بالخشب فطبعا اه واحد سيد قال لي انهم صوبوا لتحت باب بالبيطان كامل يعني يطالع على الحيوط النص بالبلياجور او التوبية عال تكميلها بالخشف فتقامت يعني غرفة كبيرة شي شوية ممكن تقريبا وشعشرين متر ولا بحلاكة اه بستاش لمليون فاة طبعا جاني هادشي غالي بزاف يعني ما نقدروش نديرو هاد القضية هدي خصوصا ان انا بدينا بحاجة بحاجة حناية اه كما لحتوا معنا في الفيديو هاس السابقة وبنسبة الناس اللي ما شافوش غادي نخلي لكم واحد بلايليست في الاخ دي الفيديو يعني واحدة القائمة دخلوا لها وغادي تشوفوا الفيديوهات علش كنتكلم اه طبعا كما عرفتوا اه حسبنا كل شي اه حسبنا الارض حسبنا ستيج الشجر البير اه داك شي لكي نادرنا ونقصنا منه اه نقصنا هادو منه من الحساب اه يعني المجموع كامل وبقالنا التكلفة ديال الدار تقريبا يعني بالتقريب لانا كيشي حوي جاتش مرات صغار ما كان حسبوه مش اه اللي مهم انا ديك الدار فيها اه البناء بالخشب بالحديد والتغليف بالخشب وفيها داك تويل فيها الباش فيها فيها يعني بزاف ديال حويش فيها كما كتشفوا الدص درناها بالحجر والسيمة والكاياس فيها توفنة فيها بزاف ديال الحويش فيها الخشب هذا اللي درنات سيج ديال على برة وكذلك دخلها معها الانستلاسيون ديال الدو والانستلاسيون ديال الماء وطبعا معها حتى البومبا والبالون اللي كيوزع يعني الماء فيها كذلك الفرشي فيها زليش فيها لزاكسيسوار كاملين ديال الحمام فيها كذلك تاليزاكسيسوار ديال يعني الغورفة يعني شوفوا الغورفة كاملها وشوفوا الحمام كامل وعد بقاتلنا الكوزينة رح نا ديريال الانستلاسيون ديال ما فيها وديرينا الفاسك ديال ديال لافابودة كشي بقالنا الحقيقة تتغلى في الحيط وكذلك شوي تزليش ديال الكوزينات شي اللي يبقى لها والأرضية يعني ما بقى لها شو بزاف الكوزينة ولكن الحمد لله رحنا اه درنا الكتير اه ايضا البيت ديال اللي بير حتى هو باش وقف بالحديد دياله والزنق دياله اه المهم هاد المجموع كله اه مع هاد الحجر اللي كتشوفوا في الارض مع كل شي كل شياتي اللي كتشوفوا كامل اللي كان وريكم دابا فا اه تقام تناشر مليون يعني الشي حاجة اللي هي رخيصة خصوصا انا نخدم نبيت دينا كين الاشياء اللي يخدموه من ناس نيعية كما بتكم بحال انستالسيون ديال الضو ديال الماء ديال اه الحديد اللي وقفنا الحداد وكذلك السقف ولكن كم ديسبال الفينيسيون ديال الداخل كما تبعتو معنا حلا اللي فينينها انا والزوج ديالي هادك شي علاش الحمد لله رطحت نغمال مو رخيصة لو كان جبنا اللي غاي صوب النغيل التغليف البراني وغالي يطاح باكتر من هاد شي كذلك فيها البيبان كما كتشوفوا البيبان ديال اللي من يوم فيها البيبان ديال الخشب ديال الامام اه والشراجم المهم الحمد لله رتكلو فا بالنسبة نتمنى نكون وصل لكم الفيديو كامل باش تشوفوه وتشوفوه يعني كيف عشده يعني تقدروا يتصابوه بلا ما تحتاجوا انكم تبنيوه بالبيبان نتمنى اه نكون وصل لكم الفكرة اه سمحوا لي يا را كان غبر لانا اه دبار احنا كنمشوا للمدينة وكان عاودوا نرجعوه المهم احنا معكم في الفيديوهات في القناة التانية يلا اه تلا ولي فرصكم وإلى اللقاء وضع الله مساء ترجمة نانسي قنقر